ازايكم يا مواليد برج الكوس يارب تكونوا بخير توقعت برج الكوس ليوم الجمعة 8 يوليو تموز 2022 في نصوى اليوم ده بيعتبر يوم فيه مفاجآت واحداث كتيرة جدا جدا كل المشاكل اللي بتحصل فجأة وبتمشي فجأة بين غير اي سبب انذار هتستغرب وهتتدهج اكتر من كل افعالك ومن كل افعال الاشخاص اللي حواليك لانك مش عارف تستوعب اي اللي هيحصل في يومك ده علشان كده ما تصدرش اي قرار وما تقومش باي عمل ممكن يخليك تخسر كتير اما في مزائج النهار ده هتتحسن كل امورك بشكل كبير ممكن يكون عندك صهرة رائعة جدا بالنسبة لحركة الكوكب اليوم بينتقل الامر لبرج العقرب في الصباح وهيخلينا اكتر حماسة وتصميم في الفترة دي مع كل ده فاننا في الصباح ده بيصير عندنا عدم الامان بشكل كبير هيكون عندنا يقين بشأن اتجاهاتنا وقناعاتنا واهدافنا اللي مفروض نوصلها ونحققها ممكن يقدي ده كله اللي تراجع الثقة والايمان فينا بقراراتنا وبمبادئنا وعلينا اننا نتبع خيوط الاخرين في اليوم ده الموضوع ده اللي بيمكن يبقى مؤسف جدا ليك بعد كده ممكن يكون عندك النهجة الافضل علشان تعرف تتعرف على مشاعر الضهفة اللي بتبقى بتحركك والظروف اللي فيها بيتجه عطالد النهاردة نحو مربح لكوكب المشترى بالضبط مبكرا في الصباح ده ده كله هيقدي لتشويش تصوراتنا بشكل واضح احنا بحاجة لمساحة اكبر عشان نكتشف وننشئ تصور وحلول جديدة للمشكلات هيكون فيه تعبير عم نفسنا بحرية اكتر مع كل ده هنميل للمبالغة في نقطة كبيرة ولازم ما نفوتهاش لازم نراقب مالنا هيكون قوي جدا للمبالغة وفي ساعينا اننا نحقق المعنى السليم اللي بيظهر قدامنا فيه شوية القلق اللي بيعتبر عقلي خاصة لما تبقى بيتارجح ايماننا للشك من ده هيجعلنا اننا نصعب ناخد قرارات عملية علينا في اليوم ده ممكن نراقب شوية تشتت طاقمنا والقيام بعديد من الانشطة في وقت واحد ممكن نتطلع بيها اكتر للامام علشان ننسى التفاصيل الاساسية من السهل النهاردة اننا نضيع وقتنا في امور تعتبر غير مهمة مشاعر النهاردة تعتبر برزة جدا ومؤقتة في اليوم ده